نعم للوزير شكرا جزيلا لكم على حسن الديافة وهذه الاستدافة وعلى جذب جميع شركائنا الأقليمين إلى ريعتها فعندما سفر رئيس الأمريكي جوزيزب بايدن الجد في السنة الماضية فهو قد أشار إلى ضرورة المصالح الاسمتجية لشرق الأوسط والوليات المتحدة فنحن سوف نواصل ونعمق الشركات في هذه المنطقة فنحن قد نتقدم بنسبة لشعوبنا ليس فقط للتعامل مع التحديات والأزمات التي تواجهنا حاليا ولكن أيضا لرسم رؤيتنا المؤكدة لمستقبلنا المشترك فخلال الأيام الأخيرة نحن كنا ننقش هذا التقدم في مختلف المجالات مع شركائنا السعوديين وأيضا في إطار مجلس التعاون واليوم أيضا عند عمل في إطار التحالف الدولي لمكافحة داعش فإننا قد ختمنا اللقاء المثنر لهذا التحالف الوليات المتحدة تقدر تقديرا عاليا مجهودات السعودية ليس فقط بشأن استدافة هذا اللقاء ولكن على مساهماتها المستمرة والمتكررة والمفصلية يوما بعد يوم لينجاح هذا التحالف فبما أن هذا التحالف قد استعاد السيطرة على الأراضي التي كان داعش يسيطر عليها بالإضافة إلى تكبيت خسائر على هذه المنظمة هذه المنظمة لا تزال خطرا ونحن كنا ننقش عددا من المجالات الأساسية التي تضم أولا وضع الاستقرار في الأراضي التي تم تحريرها من داعش لكي لا يمكن لهذا التنظيم أن يستخدم الظروف الإنسانية هناك وأيضا ركزنا كما سمعتمهم من معالي الوزير استعادة عائلات المقتلين من معسكر الحول بالإضافة إلى المخايمات الأخرى فنحن أيضا نعي جميع التحديات بما في ذلك كاستخدام تنظيم مختلفة لمناطق في أفريقيا فإن أكثر من ثمانين دول من دول أعداء هذا التحالف لا تزال تركز على هذه النهام على الوليات المتحدة والمنكلة الأربية السعودية شاركان بالإضافة إلى مجلس التعاو نحن نعمل سويا على مواجهة عدد من الأزمات في اليمن عندما تولى بايدن رئاسة الوليات المتحدة الحرب كان شارسة فإن الدولة اليمنية كانت تواجه أزمة إنسانية والآن نحن نعمل بشكل سوي مع المملكة العربية السعودية على احترام اتفاق الحدنة فإن ذلك كان في وسط مناقشاته مع سمو ولي العهد ووزير الخارجية فأيضا أنا سوف ألتق اليوم مع الرئيس اليمني فإن مهاماتنا تشمل احترام نظام الحدنة بالإضافة إلى التقدم بالعملية السياسية اليمنية وتلبية العدالة والمحاسبة بالإضافة إلى حماية السكان وفي نهاية المطاف التصوية السياسية للخلافات الموجودة في هذه البلاد فإن بمعوثنا السيد ليندركين سوف يستمر في العامل مع جميع الشركاء في هذه المنطقة في الأسبوع المقبلة للتقدم بأتسوية هذه الأزمة ونحن أيضا مع مجلس التعاون الخليج نركز على التصرفات إيران المزعزة للاستقرار بما في ذلك دعم الميليشيات الإرهابية والعنيفة وأيضا الهجمات على النقلات النفطية في المياه الدولية بالإضافة إلى التسعيد النووي فنحن لا نزل نؤمن بالديبلوماسية بالإضافة إلى الرضع الاقتصادي وأيضا الأقباط الاقتصادية فكل ذلك طريق مثل لمواجهة هذه التصرفات فنحن ندعم المجهودات السعودية لنزعف تيل السراعة في هذه المنطقة فإننا نعمل مع شركائنا على الأزمة السودانية أيضا فإن دولتين كانتا تاقدان حملة دبلوماسية مكثفة لتقريب وجهات النظر بين طرفين في السودان واللسماح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى الشعب السوداني فنحن لا نزل نعمل عبر احترام اتفاق الوقت لإطلاق النار بالإدافة إلى الانتقال السياسي في هذه الدولة وأيضا مع شركائنا في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريق فنحن أيضا كنا نتطرق إلى الحديث عن المجهودات المشتركة لمواجهة تعريب كابتاكون والمخدرات المركبة الأخرى التي تغمر هذه المنطقة بالإضافة إلى فانثنول الذي يقوم بنفس الشيء في الوليات المتحدة إن هذه الشركات سوف تكون جزءا مهما من شركاتنا لتعزيز التعاون ضد هذه المخدرات وتعريبها بالإدافة إلى ذلك أنا أيضا قد التقيت بنائب رئيس الوزراء الإثيوبي بوغة النظر في تدبيق اتفاقية وقفة لقنار في هذه البلاد هذه الاتفاقية قد أنهد النزاع في تغري لجعل هذا السلام مستمرا ومستداما يجب على جميع الأطراف أن تلتصم بجهود المصالح الوطنية بما في ذلك ضرورة إنهاء العنف وتقدم بالعملية السياسية فإن الشركات الأمريكية مع السعودية والخليج تتمدد وتتوسع وصولا إلى شتى المجالات الأخرى فنحن نستغل الفرص ونتقدم بالرفاهية للشعبين وكل الشعوب العالم فعن طريق هذه الشركات بالإدافة المشاريع للبنية التحتية نحن نعمل سويا على توريد البنية التحتية بغة أن تستفيد منها الشعوب في الدول المجاورة بالإدافة لدولتنا فنحن نستغل الفرص فيما يتعلق بمشروعات الاتصالات وتأمين الاتصالات وجعلها أكثر إطاحتنا ونحن أيضا نتحدث عن ضرورة بضل المجهودات لمكافحة التخيرات المناخية عن طريق عدد من الاتفاقات التي تم توقيعها بين الدولتين وأيضا إنتاج الهدروجين الأخضر والاستثمارات الأخرى في طاقة نظيفة الجزء المفصلي لستراتيجيتنا للتقدم بالمنطقة الشرقوسطية الأكثر استقرارا هو أكثر من اندماج ونزع فتيل السراعات فإن منطقة الخليج يعاد أكثر اتصالا بهذه المنطقة وبما في ذلك شركاء مثل إسرائيل فإن الوليات المتحدة ستلعب دورا في التوسع في عملية التطبيق فكما قال الرئيس بايدن في جدة فإن الحريات الأساسية والحقوق أيضا تمثل أولوية بنسبة للوليات المتحدة فنحن سوف نعمق الشركات في مجال حقوق الإنسان ونحن نقدر الخطوات التاريخية لزيادة المشاركة النسوية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الإصلاحات الأخرى التي يتم تقدم بها في مملكتكم وأيضا في الأسبوع الماضي الوليات المتحدة والسعودية فإن رواد الفضاء السعوديون والأمريكيون قد عادوا إلى محطة الفضاء الدولية هذه المهمة كانت تضم رياضة باناوي وهي أولى رائدة الفضاء من عملكة العربية السعودية فهي قد أشرت إلى أن المستقبل لا نعن بنسبة لنا وأنا رضدت على ذلك دعونا